السلام عليكم مع حضراتكم أستاذ ياسر محمد ناجي من مدرسة الشريف الخاصة لغات في الفيديو ده هنعرض لحضراتكم إزاي تقدروا بأنكم تعيدوا تسمية حسابات ابنكم وتخلي الاسم بتاع ابنك بالعربي في الفيديو ده إن شاء الله هنعرف إزاي تقدر كولية أمر أو كطالب بأنك تغير اسم المستخدم وتخليه باللغة العربية في البداية طبعا للأسف في التطبيق بتاع دمودو ما بيبقاش في كل الإمكانيات فالأفضل دايما إنك تستخدم حساب للديسك توب على سبيل المثال لو أنا ضغطت هنا مش هتلاقي فيه سيتنج بتاعت الحساب طيب حاليا الحساب ده بتاع واحد من أبنائنا هنجرب بأننا نفتحه على متصفح كروم طبعا موجود عند كل حضراتكم هتدخل على موقع دمودو دوت كوم بعد كده هتعمل لوجين هتكتب اليوزر نيم بتاعه وهتكتب الباسورد وهتضغط على لوجين دلوقتي هو دخل على الصفحة بتاعت ابنك أو الصفحة بتاعت حسابك الشخصي لو انت لجيت بسيط هتلاقي هنا ساعتها الاعدادات هتظهر لك هتدخل على سيتنج هتنزل عند الاسم وهنغيره هنا طيب في بعض الناس ما بتقدرش بأنها تعرف الخطوة دي ازاي هوصل لي الجزء ده طيب انا ملقيتش سيتنج هنا مثلا هتصرف ازاي ابسطها حضرتك حول الموبايل بتاعك الى نسخة لاب من خلال انك تدخل على الاعدادات بتاعت المتصفح وتطلب منه انك هايز تشوف الدسك توب سايت لما تيجي تطلب الدسك توب سايت انا هشاغل تدويل الشاشة عشان اوضحه لحضرتكم بالشكل افضل دلوقتي الدسك توب سايت هيفتح لي الموقع زي ما حضرتك ما هتشوفه على اي لابتوب او اي جهاز بي سي عادي انا هدخل عند الستينج بتاعتي هيطلع لنفس المنظر اللي موجود دلوقتي دي الحركات احنا بنعملها علشان اي واحد من حضرتكم يقدر يوصل لعدادات الحساب في حالة لو في مشكلة في نسخة التطبيق او في مشكلة في نسخة الموقع على المتصفح تقدر حضرتك بانك تتجنبها وتفتح التطبيق بتاعك او حسابك كنسخة لاب طبعا انا هعيد التسمية هبدأ في الاسم الاول اكتب له محمد عمر في الاسم التاني هبدأ اكتب له محمد الشاني بعد كده هعمل حبز هيتلب مني طبعا بانه يدخله بسورد هعيد تدخيل البسورد واقول لكم فيرم بسورد حاليا لو حضرتكم بسيطة على البروفايل هتلاقي بان الصفحة تم قاعدة تسميتها بكل بساطة وبدون اي مشاكل طبعا بعد ما انت ما خلصت تقدر بقانك تسجل خروج من الحساب او تفضل مسجل داخل الحساب بس الاهم علشان توفر اي داتا انت بتستخدمها على الباقات بتاعتك اضغط على التلات نقط بتاعت اعدادات المتصفح وتقط في الديسك توب سايت علشان يرجع يفتح لك النسخة من بتاعت الموبايل لان اي موقع حضرتكم هو بيبقى متصمم بشكلين شكل الموبايل وشكل اللاب توب او الاجهزة البي سي العادية شكل الموبايل بيقدر يوفر لحضرتك الدياتا فطبعا احنا عملنا الاجراء اللي احنا عايزين وبعد كده بنرجع تاني لشكل الحساب العادي طبعا هدخل على متصفح بتاعي هعمل له الرفريش بعد كده ابص على بتاعت الحساب حاليا الحساب اسمه ما تغيرش فيه التطبيق هسجل خروج بعد كده هرجع اسجل دخول عن طريق لوبين اللي موجودة تحت وهدخل يوزر نيم والباسورد دلوقتي لحضرتكم دخلتوا على اسم الحساب هتلاقي اسم الحساب معمول باللغة العربية شكرا لحضرتكم وشكرا لوقتكم ونتمنى لجميع ابنائنا كل التوفيق ترجمة نانسي قرار